ربما يعني فيه أشياء كتير جدا بترتبط مع الواحد وبتبقى كده في السياق ما يسمى بالعادات بتبقى حاجة ملازمة طول الوقت ممكن تبقى عادة ممكن تبقى حاجة بيحبها ممكن تبقى أغنية ممكن تبقى مشروب بيحب يشربه ممكن تبقى أشياء كتير جدا يعني ممكن تبقى حاجات بسيطة جدا ولكن هذه الحاجة البسيطة أو اللي زي ما بيقولوا كده يعني إيه العادة البسيطة دي ممكن تسبب للإنسان سعادة كبيرة جدا سؤالنا النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك إيه هي الحاجة اللي ما تقدرش تعيش من غيرها حتى ولو كانت بسيطة اكتب لنا إيه هي الحاجة اللي فعلا بتسعيدك بتغير مودك بتخليك أكثر سعادة وأكثر إقبال على الحياة حتى لو كانت هذه الحاجة وهذه العادة شيء بسيط جدا إيه بالنسبة لك بسيطة هي حاجة أكتر مش عارفة استغنى عنها يعني حاجة أنا بستخدمها كل يوم في يومي من أول ما بصحة لحد ما نام طبعا الإجابة أن المزاجية هو الموبايل بتاعي لأنه التليفون النهاردة ما بقاش حاجة بتستخدمها كده ترد بيها على تليفون جالك أو لا أو تقفل وخلاص لأنه هاردة أنت بتبعك منه رسائل أنت بتتصفح منه السوشيال ميديا فبقى مسلي ممكن تبعك منيو إيميل لو محتاج تكتب عليه أنا من الناس اللي بحب أكتب نوتس أن أنا بنسى كتير فبحب أن أنا أدخل على النوتس على الموبايل وأكتب حاجات اللي أنا محتاجة أعملها في يومي بكتب لستة اللي هي الحاجات اللي محتاجة أنفزها خلال اليوم وحتى في آخر اليوم برجع عليها لو في حاجة نقصاني كمان طبعا من الحاجات اللي أنا ما أقدرش أعيش من غيرها هو كوباية النسك في الصبح بعض الناس طبعا بتشرب القهوة وبتحب القهوة جدا وهي من الحاجات اللي بالنسبة لهم مقدسة أنا بحب النسك في أكتر أحد شوية من الأول لكن ما أقدرش أبتدي يومي من غيره من ساعة العيد وأنا بقيت أشرب النسك في بسكوتنا شادر بس ما علينا يعني مش ده الموضوع بس أنا فعلا ما بعرفش أبدأ يومي من غير ما أبتديه بالكوباية يعني نسك فيه أو قهوة صحيح فدي الحاجات المهمة اللي أنا ببقى محتاجاها في خلال يومي ممكن ده كتير قوي على فكرة كمان مش بس الحاجات دي يا مصطفى وتقدرش يتعيش من غيره فيه ناس ما تقدرش يتعيش من غير الشغل طبعا وقتهم يبقى مليان بالزبط بس بزيادة فيه ناس عندها يمكن إدمان شوي على حاجات تانية زي يبقى مثلا معيش في جيبي جنيه بس أروح لازم أشتري حاجة أي إن كانت الحاجة دي فيه ناس على فكرة لازم تعمل ده كل يوم فيه كتب فيه ناس ما تقدرش تنزل أو تخرج برا بيتها من غير ما يبقى معاها محفظة بتاعتها أنا من الناس اللي ما بحبش أشيل فلوس ورق يعني هي بس الكارت وخلاص ما بحبش أشيل حاجة فيها ورق لكن فيه ناس تانية تحب تمشي بفلوس ورق فيه حاجات كتيرة قوي يمكن ما نقدرش نايش من غيرها فعايز أعرف منك أنت إيه الحاجة اللي أنت ما ينفعش تغنى عنها في يومك والله القهوة حل القهوة والإراني القهوة 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 الطرق يعني بالنسبة لي القهوة فعلا يعني بتنبه الزهن بتخلي الواحد أقصر إقبالنا للحياة ما بتعرفش تفتح أو بتبتدي يومك غير القهوة وحاجة تانية قادر أقول هالك أنا كنت ماشي بقى هالغاية بالليل لغاية ما بقتش يعني كان بيجي لي بقى حاجات نوبات من الأرق ما بعرفش أنا فبقيت أوقف كده من 6-7-8 وبتدي بقى أشرب حاجات تانية خالص نزلت السوفر بارت جيبت شوية أعشاب بقى الحاجات اللي هي عشان تفضل تسلي نفسك لكن بالنسبة لي القهوة ما قدرش بالنسبة لي القهوة تحدياً كمان وسط محوج يعني أنا في النص بالزد طب بحكي لي موبايلك يعني أنت من الناس اللي بتبقى ماسك الموبايل طول الوقت يعني وأنت قاعد في البيت قاعد على الكنبة كده زي أي راجل مصري أصيل ماسك الموبايل وقاعد تتصفح سوشيال ميديا ولا أنت من الناس اللي بعد ما بتخلص شغلي لا أنا هسيب الموبايل على جنبه وهقضي وقت مع أهلي وعالي والله أنا بحاول أتعافى من الموبايل تعرف أن فيه مرض اسمه فومو وده مرض نفسي لهو مرض الارتباط بالسوشيال ميديا وده اتكلموا عنه يعني أطبق كتير جداً وقالوا أنه هو فعلاً من الأمراض اللي بتصيب الإنسان وعلشان يتعافى منها لازم يعني يقل تدريجياً زي وزي أي مخدر وليه أعراض انسحاب فحقولك حاجة بشكل عام أنا بحب الإراءة جداً وبحب الإراءة في التاريخ والسياسة جداً فبحاول أشغل نفسي بده أعود مع بناتي وقت أطول أشغل نفسي بحاجات أكتر بحيث أن الموبايل ما ياخدش مساحة من وقت ورغم كده أنت عارفها الفيسبوك طلع دلوقتي خاصية بيقولك أن أنت قعدت أكتر من نص ساعة تعال بيديك زي ريميندر فعلى أي حال إحنا بنحاول يعني نعيش من غيره ولكن هو طبعاً نتعرف في آخر 2017 عملوا دراسة لقوا أن حوالي 2 مليار ونص بنى قدم على وجه الكرة الأرضية عندهم موبايلات وبيستخدموها فالنهار دي أنا متعيالي يبقى الناس عددهم أكبر بكتير فأنا متعيالي أن يمكن الإجابة النموذجية اللي كلنا يمكن عندنا كل يوم وبنستخدمها كل يوم هي الموبايل. الحاجة اللي احنا بقالنا بقينا ما بنعرفش نستغنى عنها أو بقينا بنستخدمها كتير الفترة اللي فاتت. ممكن برضو تبقى حاجة تانية. ممكن تبقى وانت خارج مش ما بتقداش تستغنى عن مثلا ايا كان وجبة بسيطة في شنطتك. أو مثلا سناعة كده خفيفة حتة شوكولاتي صغيرة. في ناس عرفها ما بتقداش تتحرك من غير ده. ايا كان اللي انتو مش عارفين تستغنوا عنه أو بتبدأوا يومكم بيه أو بتعملوه في خلال يومكم ايه الحاجة اللي انتو ما بتقدروش تستغنوا عنها حتى لو كانت بسيطة مش مهم. ايا كانت زي ما قلتلكم ممكن تبقى مفاتيحك ممكن تبقى محفظتك ممكن تبقى شوكولاتاية في شنطتك ممكن يبقى اي حاجة في يوم الكتاب. قل لنا ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك مستنيين اجاباتكم عشان ندردش فيها مع بعض ونعرف يمكن عرفنا من مصطفى انهم مقدارش يعيش من غير كوباية القهوة الصبح وانا يعني للأسف ما بقدرش يعيش من غير موبايلي انا حابة اعرف من حضراتكم وحنا حابين نعرف انتو ايه الحاجة انهم تقدروش تستغنوا عنها اهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بنصبحها لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر